اهلا بكم تسببت ازمة فيروس كورونا بضرر اقتصادي كبير يتجاوز التداعيات الصحية المباشرة لهذه الجائحة اذ تضرر الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا بشكل كبير من ناحية معدل النمو وايضا من ناحية مستوى المعيشة وسيكون لبعض التداعيات ومنها التغيرات الجذرية في نظام التجارة العالمية اثر مستدام ومثل معظم الشركات في جميع انحاء العالم تواجه الشركات الناشئة والمتوسطة اوقاتا صعبة حيث يضر الفيروس بمعنويات الاعمال ويجفف التمويل وتأثرت الشركات بشكل سلبي في معظم الدول وحول هذا الموضوع اثر فيروس كورونا على السوق وخصوصا ريادة الاعمال يسرنا ان يكون معنا الاستاذ حازم محمد جناحي استشاري ريادة الاعمال الحديث عن هذا الموضوع اهلا بكم من جريد مشاهدينا وباسمكم مرحب بضيف الكريم الاستاذ حازم محمد جناحي استشاري ريادة الاعمال ساك الله بالخير ساك الله بالنور والسرور يا اهلا وسهلا فيك يعني العالم اليوم كلا يتحدث عن تأثيرات جائحة كورونا من كل جوانبها ولعلى الجانب الاقتصادي من الجانب المهمة جدا ويمكن اثرت حتى الاحترازات الصحية على مستوى العالم يعني خيار الانفتاح وعودة الحياة هو خيار اقتصادي في المقام الاول ومن ثم الصحي بالقيام بالاجراءات الاحترازية والتباعد وما الى ذلك ويمكن من اكثر القطاعات التي تأثرت اقتصاديا هي قطاع ريادة الاعمال الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة والجلوبيل ايضا لكن احنا اليوم حديثنا عن الصغيرة والمتوسطة لكن قبل ما نتكلم عن يعني شغل تأثرت شنو اهمية هذه المؤسسات يعني دورها في الاقتصاد الوطني وتأثيرها بسم الله الرحمن الرحيم في بداية امسي عليك بالخير اخي علي وشكر استضافتك لي وامسي على السيدات المشاهدين طبعا ريادة الاعمال تعتبر محرك اقتصادي كبير في اي بلد تنوجد فيه يعني خلي نقول رواد الاعمال فالرواد الاعمال هما صنع سوق هما ينظرون الى الفرس يصنعون الفرس يصنعون الوظايف ويخلقون جو مستدام للاقتصاد وهذا الشيء متعارف عليه في كل دول العالم نعم وهذا الشيء يعني ما نختلف عليه في مملكة البحرين ومملكة البحرين يعني اذا نشوف التكوين الاقتصادي معظم السجلات التجارية الموجودة اليوم في البحرين هي تندرج تحت مضالات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صحي فوق التسعين بالماء فيبين لك اهمية هذا القطاع في يعني اضافة الى ناتج جمال المحلي صناعة الوظايف الخدمات اللي ممكن يقدمها هذا القطاع الهام ويكون روافد من روافد الاقتصاد العام للمملكة البحرين نعم يمكن من اكثر من 15 سنة تقريبا بدأ قطاع ريالة العمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين ينمو وهذا القطاع نشط يعني مثل ما تفضلت يخلق فرص عمل هو مبتكر لا يرضى بالحلول التقليدية وما إلى ذلك والحمد لله البحرين كانت رائدة فيه ولكن جاءت أزمة كورونا لترسخ بعض المشاكل التي ظهرت مؤخرا آخر سنتين ثلاثة يعني كلنا نعرفها ومو حديثنا اليوم عنها لكن عن كورونا اللي هو متأثير هل قد تأثر قطاع ريالة العمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتأثيرات كورونا الاقتصادية؟ طبعا الجائحة يات وهاي شيحنا يعني جزء من العالم بدت التأثيرات تنجلي يعني في فيبراير مع تأثر كثير من المؤسسات الصغيرة المتوسطة من ناحية السفلاي تشين أو السلسلة التوريد هل تعرف يعني الصين هي تعتبر مصنع العالم صحيح فمعظم الشركات اللي كانت تتعامل مع الصين تأثرت تأثر سلبي بعدم استطاعتها تلبية بعض الاحتياجات بوجود المشاكل اللي كانت في الصين طبعا تطورت المسألة وحتى فيه كانت تواصل مع دول شرق آسيا معاي وكانوا يسئلوني شخ باركم مع الجائحة والله احنا أمورنا سليمة في فيبراير يعني بداية فيبراير لما شوية شوية بدأت وطبعا الحمد لله رب العالمين احنا فريق البحرين كان متدارك الوضع من البداية صحيح وبدأت المؤسسات يعني تتأثر أول شيء من تأثر سلسلة التوريد مع جمهورية الصين ثاني شيء اللي يأثر علينا هو إغلاق الجسر جسر الملك فهد طبعا في شهر ثلاثة كل ما احنا يعني خطينا في شهر ثلاثة كان التأثير يزيد ويزيد ويزيد ليه تقريبا تاريخ 16 اللي صار فيه الإغلاقات بتوجيهات من فريق البحرين وفريق المكافحة الوباء انه يتم اغلاق يعني مجموعة من الأنشطة وبعدين طبعا تم تبريد هذه الإغلاقات بالحزمة الاقتصادية العظيمة اللي يعني يوفرتها حكومة مملكة البحرين اللي تتميز عن باقي دول الجوار فكون رواد الأعمال الرواد الأعمال لا عندهم الامكانية المادية انه تكون عندهم احتياطيات مالية ممكن اهم يعني اذا ترح معظمهم ما عندهم امكانية انه يغطون مصاريف شهرين أمام كرزيرف او كاحتياطيات فانتذا تغلق المحل حتى انت انت غلقت من قرار حكومي الناس بدأت تخاف بدأت تتجنب روحة السوق ونحن عندنا ما شاء الله شعبنا شعب واعي فكل ذي أثر على التدفقات النقدية لجميع وشتى الانشطة والمجالات طبعا كل مجالات الوحيدة اللي ما تأثرتها المجالات اللوجستية والغذائية ما تأثرت التأثير الكبير لكن المجالات كلها الباقية تأثرت وزاد التأثير كلما احنا مشينا وخطينا في الجائحة وبدأت الأرقام تتكشف وبدأ العالم كله يكون عايش في حالة هلع هو كلما يزيد الوقت يعني اللي يترتب عليه راح يزيد على المستوى الاقتصادي والصحي وغيرها في حتى الشركات الكبرى تقول لك ان لا ترى الكل خسران يعني بحجم الشركة تكون حجم الخسارة الشركات الكبرى قد تكون خسارتها أكبر ولكن هي عندها مظلة مالية أحيانا عندها سيولة قادرة أن تحافظ لها على مسائلات الاستمرارية البعض يتسار يقول هل ممكن المؤسسات أو الشركات الصغيرة ومتوسطة يعني خلال شهر وشهرين قمنا نشوف على مستوى العالم ما نتكلم عن البحرين بس البعض يعلن فلاسة البعض يقول عن توقف أعماله هل ممكن شركة أو مؤسسة تعمل لعشر سنين خمسة عشر سنة لو توقفت شهرين ثلاثة تتأثر بهذا الحجم وهذا القدر هو طبعا في مجموعة من الإجراءات التي توجب على جميع أصحاب المؤسسات الصغيرة ومتوسطة والرواد الأعمال التي يقومون فيها وهي مثل ما الحكومة البحرين عندها مثلا إجراءات احترازية أهم يجب أن يكون عندهم إجراءات احترازية وما ينتظرون الحكومة أنها تتكفل فيهم التكفل الدائم فيه إجراءات يجب أن يقومون فيها وكل مؤسسة صغيرة ومتوسطة ورائد عمل كان مرن في اتخاذ القرارات واستطاع أنه يصل إلى حلول من البداية الأزمة قدر بيقدر بدن الله أن يستمر وفيه كثير شركات استمرت فيه كثير من المحن لصادتنا يعني فيه شركات من عندنا شركات الكبرى العائلية من 1882 وليليوم ماشين مروا في حروب عالمية مروا في وضاء الاسبانيش فلو وغيرها وغيرها وقدروا يستمرون ففيه ناس بيستمرون فيه ناس بيطلعون من السوق وهذه طبيعي؟ وهي شيء طبيعي جدا وما ممكن أن الكل يستمر يعني وهي متوقع أنه فيه ناس يطلعون من السوق وفيه ناس بالأحرم متأثرين كانوا قبل أزمة الكورونا كانوا في وضع يعني خلين سميه معلول اقتصاديا ويات الضربة القاضية هي اللي كانت يعني الكورونا أثرت عليهم التأثير السلبي الكبير بس فيه ناس طبعا له يستمرون اللي بيستمر اللي يقدر أنه هو يأخذ بالجرارات الاحترازية ويكون يأخذ يخفض مصاريفه يبتدي يعني يتفتح على أمور ثانية فراس ثانية ممكن أنه تكون بديلة لفراسة التي تسكرت أمامه بسبب الجائحة نعم قلت سيد حوازم يعني المفترض أن رواد الأعمال أو أصحاب الشركات الصغيرة ومتوسطة يكون عندهم مرونة ويكون عندهم خطط احترازية الجائحة ما أمهلت أحد لأنها كانت مفاجئة يعني لو سألت أي أحد في شهر ديسمبر 2019 عن توقعاته للسنة القادمة كان يشوف الفرص والمخاطر وما إلى ذلك لكن ما كان فيه شيء اسم كورونا في باله صح أن يضعف الاعتبار اليوم شلون يتصرفون أصحاب الشركات ومتوسطات الصغيرة ومتوسطة ما يجب أن يفعله؟ الله يسلمك أنا أعتقد الشخص الذي يعيش المشكلة صعب أنه يوجد حل حق نفسه مثل الشخص المريض أنه يجب أن يرجع لدكتور وهذا الدكتور يعطيه العلاج المناسب لمرضة المشاريع اليوم والمشاريع التي لدينا فيهم أمراض وطبعا كلهم فيهم الفيروس والكورونا حتى لو هما شخصيات اعتبارية أعتبرهم أنا أعتقد الشيء الحتمي يجب أن يلجأون له هو المرشد الريادي المتمرس الذي يمكن أن يرشدهم للفرص الجديدة اليوم إذا لديك أزمة قاعدة تعيشها صعب أن ترى الإيجابية في أي أمر أنت عندك مثلا رواتب يجب أن تدفعها إيجارات هناك أشخاص أنا أعرفهم يعني مثل ما تقول يغض الطرف ويغمض ثلاثة أربعة أشهر ويبتد يعني يندب حظة الشخص الذي يقدر يواجه المشكلة من البداية ويبحث عن الشخص الذي ساعده من خلال منصات الإرشاد الريادي من خلال صنوع المحتوى اليوم لدينا الكثير من اللايفات في الإنستغرام كثيرا ويمكنك أنت تستسيد من معلومات من وجود هذين الأشخاص الذين يوفرون لك المادة التي تبني عليها قراراتك على سبيل المثال إذا تأخذ مشروع أنت عندك مثلا مبلغ إيجار كذا إذا خفزت مثلا إلى النصف يعني مثل ما تقول تواصلت مع صاحب العقار قدرت أنت تتواصل مع مثلا سلسلة التوريد تأخذ مثلا مبلغ بالأجل هناك طرق أنت ممكن أن تسويها وتعالج المشكلة فيها طبعا أخذ على الإعتبار أن كل إنسان يجب أن يحاول من طرفه نحن لا يوجد شخص بمأمن عن تأثير الجائحة لكن الكل يتعاضى وعندنا مثالة كثيرة ناجحة لناس مع صاحب العقار مع رائد العمل مع المزود المنتجات كلهم خذوا مع بعض جزء من التأثير وقدروا أن يستمرون لكن الشخص يجب أن يكون واعي وليس أجل الحال للمستقبل كلما أجلنا الحال كلما تفاقمت المشكلة نحن ممكن يكون فيها مثلا بطر بسيط لكن يصير بطر كبير أو وفاة حق البيزنس نفسه إذا تأخرنا يعني بما أن الكل متضرر بشكل أو بآخر أو أغلبية القطاعات نتحدث عن القطاعات المتضرر أو فرص واعدة لكن تقريبا الأغلب المتضرر فاليوم اللي بيطلع من هذه الأزمة هم الأقوى اللي قادرين على الاستمرار هم الأكثر انتاجية مستقبلاً نعم أنا أتواقع الأعلام الفارقة اللي نسميه التدفقات النقدية الشخص اللي عنده ملوءة مادية كبيرة بيقدر أن يستمر وهو عنده إيمان أن الجائحة تنتهي وممكن أن أنه يستمر فعلى سبيل المثال أنه صاحب نادي رياضي نحن نتواقع معظم أن الأندية الرياضية متأثرة بسبب الإغلاق صحيح إذا كان عنده السيولة ونحاب أنه يستثمر في الموقع ماله ويصمد ممكن أنه يكون ناجح في الفترة المستقبلة كثيراً من السوق بنفس الطريقة عندنا مثلاً قطاع السياحة قطاع مثلاً صناعة المؤتمرات الشخص اللي بيقدر أنه يقلل أو يقلص من مصاريفه ويستمر ممكن أنه يعني نشوفها بشكل أكبر والميزة في اللي ينجو من هالجائحة السوق بيكون أكبر له لأن المساحة بتكون أكبر وفي ناس بيطلعون من السوق ففي يعني نحن نسامي بالإنجليز الماركت اكوزيش ممكن تستحوذ على ناصيب أكبر من السوق واللي بيطلعون هذرين يعني ما في أي يعني قبلة نجا لهم ما في أي يعني الحزمة الاقتصادية اللي قامت فيها البحرية مثل ما تفضلت كان لها دور كبير أن الوضع مازال مستقر نعم الجائحة ما ندري إلى متى تستمر صح ومثل ما قلت إلي عنده ملاء أمالية وهذه مو بالكل أكيد عندها هذا ملاء صح البعض علي خروض البعض تواباتي البعض علي تعثرات شنو ما صير ذالين لأننا نعرف أن رواد العمال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة هم أصلا يخلقون فرص عمل هم يعني ما يطلبون وظيفة من الدولة وإنما يتجهون للقطاع الخاص فوجودهم مهم ومهم جدا شنو ما صير ذالين هو نشوف أي اقتصاد نحن طبعا عندنا تابو كلمة الفلس أو كلمة الفشل نحن نشوف الاقتصاديات المتطورة التي في الدول مثلا مثل أمريكا وغيرها على أساس أن الواحد ينجح يفلس أقل أقل أربع وخمس مرات فيفشل في مشروعه أربع وخمس مرات على أساس ينجح في المرة الخامسة أو السادسة هاي شيء طبيعي الإنسان ما في شخص ممكن ينجح من أول وأهله وإذا لا قدر الله الواحد ما استطاع أن يصمد في مجال عمل مثلا هو على سبيل المثال في مجال تضرر تضرر كبير ممكن يتجه إلى مجالات أخرى يعوض الضرر اللي موجود فأنا أعتقد هاي سنة الحياة أن الناس طلعون من السوق وهذي الناس اللي طلعون من السوق محملين باليأس ما ممكن هم يرجعون أنا أتمنى أن اللي طلعون من السوق يحسون أن احنا طلعنا مبلي سبب أن احنا فشلنا كان في ظروف قاهرة انواجدت علينا وهذه السبب اللي خلونا أن احنا نغلق تجاراتنا بس ممكن تجهن إلى يعني فرستانيا تكون موجودة وهي شيء طبيعي وهي سنة الحياة نعم نحن منا بيكون سوداويين أو سلبيين أو نروج بأن هناك منس نحن نحاول نقرأ ونحلل بوجودك الواقع رياضة العمال في البحرين والذي تشفناه أيضا حتى خارج البحرين هذه المسألة العالمية اليوم ويعني المتوقع أن البحرين إن شاء الله والدولة ستقف مع هؤلاء إن شاء الله في المرحلة القادمة كما حدث سابقا يعني يعني أعتقد كلمة حكت نقول في فريق البحرين في الإجراءات يعني اللي تتابعوها أنا أتكلم أن هي اقتصادية صرفة أنا أقول لك من واقع يعني قرأتي إلى الدول الجوار والحزمة الاقتصادية اللي عطتنا يعني حكومة البحرين يعني كبيرة جدا ونحن عارفين إمكانيات البلد يعني الاقتصادية مقارنة بالدول الثانية أنا أعتقد هاي ثلاثة أشهر هي كانت فترة تعطينا المجال نحن يعني نأمن ومستقبلنا يعني أنت تعالي ثلاثة أشهر بمأمن من أي مطالبات وتمتص الصدمة وتمتص الصدمة وفيه ناس كثير ترى يعني أمانة خذوا ثلاثة شور استثمارها والاستثمار الصحيح هذين اللي بيكونون لهم شأن قوي في المستقبل وهاي موب كمية قليلة كمية كبيرة وفيه قطاعات متأثرة تأثر شديد لكن كانت عندهم نظرة إيجابية في التعاطي مع الموضوع فهذين بيستمرون وهي معددهم مبقالي لكن هذي سنة الحياة فيه ناس يطلعون فيه ناس يستمرون وفيه ناس يتاجون إلى التجاهات أخرى يعني شنو أكثر القطاعات اللي تضرت؟ يعني احنا في بواننا لو بتسأل غير المختصين الناس تتكم عن قطاعات السفر السياحة الفنادق أصحاب الصالونات يمكن أن الحديث عنهم موسع محلات اللي فيها الصلاة الرياضية وشيب لكن اعتقد القطاعات اللي تضرت أكبر من هذه يعني طبعا القطاعات المتضرة مباشرة هي القطاعات الخدمية بشكل عام تشمل اللي تفضلت فيه السياحة السفر المؤتمرات تنظيم المعارض يعني الخدمات الأخرى مثل التدليك المطاعم الكوفي شوبس يعني الكل هذي القطاعات مواصلات سائقية تكالز يعني تأثرت التأثير طبعا يعني يعني هناك سلسلة من التأثير الكل يتأثر ويأثر على الطرف الآخر فهي مثل الدومينو يعني فتبتدي من مكان لكن هي تتجاه بس أنا أعتقد يعني الحزمة الاقتصادية خففت علينا التأثير ترحنا في البحر نحن 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 بتأثير كبير مثل باقي الدول لأن الحمد لله توفرت عندنا المكانيات إننا نحن نستمر بالحياة ما كان عندنا حاضر تجول المحلات صح بعضها مسكر لكن معظمها كان مفتوح وقابل إلى أنك تروح وتقضي أمورك ف يعني الأمباكت اللي موجود التأثير الحالي اللي هو بيكون اللي أعتبره في القطع السفر والسياحة اللي بيكون لها طويل الأمد لأن أنت لاحن لا تدري ماذا تتسوفر وفي البداء الموجودة أنت اليوم أم محتاج تسوفر إلى بلد تتقضي مثلا من الاجتماع ناس تعودت على تيلي كونفرنسينج وعلى الاجتماعات المرئية والافتراضية ففي قطاعات يمكن خسرت جزء من سوقها مستقبلا هذه القطاعات أعتقد تكون صعب أنه يتعوض هذه النقص ولازم تتحول إلى أمور أخرى وشنو الفرص القادمة؟ دائما أصحاب ريالة الأعمال أو يعني يتميزون باستياد الفرص أو البحث عن الفرص الجريدة شنو الفرص اللي خلقتها هذه الأزمة أن هناك حديث بأن كل شيء في العالم بما فيه الاقتصاد لم يكن على رأسه الاقتصاد لن يعود بعد كورونا كما كان قبلك كورونا صحيح في حديث عن الآن نحن نشوف يعني التجارة الإلكترونية قطاع الصحة التقنية وغيرها هذين الأكثر يعني فرصاً أو حظاً هل هذين بس ولا في قطاعات أخرى لديها فرص؟ أنا على المعتقد تكشفت عندنا في هذه الأزمة كثير مشوكل أسهل طريقة أنك تسطادها وتقتنص الفرص بحل هذه المشوكل اللي انواجدت أو ظهرت هي كانت موجودة وكامنة انواجدت وظهرت في السوحة بسبب الكورونا فهذه الفرص بتكون هي فرص جداً عظيم أن الواحد يتجه لها طبعاً فيه أحجام فيه فرص كبيرة فيه فرص صغيرة فيه فرص في مجالات الاستثمار المستدام فيه فرص تعالج أنت مشكلة تعاني منها البلد هذه ممكن أنك أنت تأخذها كفرص على سبيل المثال القطاع الليجيستي القطاع الليجيستي محتاج إلى دعم ومساندة واستثمار كبير قطاع الطلبات الافتراضية من المطاعم أنت ممكن يتم توطينها من خلال شبكة توصيل وطني وتشاركون فيها كل أصحاب المطاعم ويمتلكون هذه الشبكة الافتراضية ففيه فرصة انولدت من الجائحة نفسها عندك مثلا محتاجة من يعني يشوف عين فاحصة ويلقط مثل ما يقولون بلغة السوق هو محتاج خلينا نسمي ثلاثة أعمدة حق هاي الفرصة الفرصة مقتنس الفرصة التشريعات اللي ممكن هي تساعدة على يعني تأصيل هذه الفرصة إلى مشروع وطبعا المجتمع اللي هو قابل أنه يستثمر في هذه الفكرة بما أننا نحن نعيش الجائحة الان الكل عايش هال مشكلة فإذا توجد انت الحل وتطرحها في مثلا في شبكات التواصل أوتوماتيك اللي بتشوف في ناس تلقائيا يرجعون لك يعني بالمساجات الإيجابية أن ترى والله إحنا ودنا نستثمر معك ودنا ندخل معك وشلون نقدر إحنا نفتح الأفق معك ففيه فرصة كثيرة هي يعني تحاكي التحول الرقمي فاليوم إذا لن في ناس ملائكة استثمار اللي هم يسمون انجل انبسترز هذا ممكن أن يتاجون إلى اقتناص بعض الأصحاب المواهب وتحويلهم إلى التجارة الإلكترونية لأنه لم يكن لديهم القدرة للتحول إلى التجارة الإلكترونية فيستثمرون في المنصة ويدخلون مع صاحب المواهبة ويحاولون يسوقون هذه المواهبة بشكل عالمي على سبيل مثلا هذه تكلفتها جدا بسيطة ففيه أشياء لها تكاليف كبيرة وفيه أشياء ممكن تكون هي يقوم فيها الشخص نفسه اللي قاعد في البيت وعنده وقت فراغ وعنده مثلا جزء من خلنقول من الأقصاط المؤجلة فعنده سيولة موجودة ممكن أنه يستثمرها استثمار الأمثل في خلق مشاريع يديده هل يعني رواد العمال يجب أن يتجهون إلى مستشاري ريادة العمال الخبراء في هذا الجانب أو يقلمون استشارات يعني ليس بالكل عنده هذه القدرة على التفكير في هذا الطريق والله يسلمك أول شيء يجب أن تنوجد النية عند الشخص وعنده الانضباط الذاتي أنت اليوم ما محتاج حتى مرشد أو محتاج مستشار أنت محتاج تقضي وقت على الوساط المجانية مثل اليوتيوب وتتجه وتبحث في الأشياء التي تحبها أنت ممكن تطلع بأفكار عظيمة من وحي هالجائحة اللي موجودة بس إذا تواجد هذين الأشخاص اللي عندهم وتمارسين عندهم القدرة على المحاكاة المستقبلية عندهم القدرة على توصيل هذه الرؤية لأصحاب أهل البلد يفهمون عنهم فأنا ممكن أعطي مثال على سبيل المثال أو أي أحد ثاني أفضل مني يعطي مثال ويوصل المعلومة يمكن اليوتيوب صعب أن يوصلها لأنه يتكلم عن يعني مجتمع آخر مجتمع آخر هناك فرص ولكن يجب أن الواحد يكون مبادر من نفسه ما ممكن أنا آيلس والله يجب أن أعطني فكرة الفكرة تكون فكرة جهنمية وفكرة ممكن أن تطلع منها فلوس فذي ليس عند الاستعداد النفسي أنه يخوض التجربة وترى هي مغامرة في نهاية التلواج ممكن تنجح ممكن ما تنجح دور المرشد الرياضي كل رياضة العمال بالضب هي الذهاب إلى أبعد من المتاح أنت تنجح في شيء وتفشل في شيء يعني وهذه الشيء أنا مارسته وعشته ويعني وفخور به يعني أنا كانت عندي تجارب فشل استفت منها وهي وصلتك إلى تجارب النجاح نعم صحيح سموه يا عهد الله حفظه في أكثر من ملتقى حكومي أكد على أننا يجب أن نتجه إلى اقتصاد المعرفة ونحن على أعتاب يمكن دخلنا الثورة الصناعية الخامسة وما إلى ذلك اليوم هذه الواقع أثبت بما لا يدع مجال الشك أننا بالفعل يجب أن نتجه لهذا الاقتصاد الغير تقليدي نعم واللي يجب أن يبدأ أيضا من تعليم مختلف يعني أسس للتعليم يوصلنا إلى اقتصاد المعرفة وما إلى ذلك فرص البحرين من حيث موقع الاستراتيجي من حيث العقول اللي فيها الطاقة البشرية يعني التشريعات الخدمات الومولوجستية البنية التحتية فرص واعدة جدا شي نحتاج للمستقبل أستاذ حازم وهل هذه الجانب أيضا ممكن أن تدخل فيه ريادة الأعمال رواد الأعمال يدخلون في هذا الجانب بالتأكيد أنا أعتقد أننا اليوم الأرض خاصة للتحول الرقمي حسب الأتمة حسب الأستطلاعات الرأي الموجودة في الغرب يقول لك أن الثلاثة أشر التي فاتت يعني حجم التحول الرقمي يعاد إضاهي ثلاث سنوات تصور أن في ثلاثة شهور صار عندك ثلاث سنوات حجم تحول رقمي وهذا رأينا طبعا في حكومة مملكة البحرين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها العمل عن بعد اليوم الحكومة استطاعت أن هي تمارس عملها عن بعد فهذا فتح مجال جديد أنك أنت يعني ممكن أن تكون الحكومة بشكل افتراضي أكثر في نفس الوقت نحن عندنا فرصة كبيرة متاحة للتوجه إلى التعليم الافتراضي يعني يكون تعليم افتراضي حسب المواصفات العالمية ممكن أن تكون فيه مثلا جامعات افتراضية ممكن أن تكون فيه مدارس افتراضية وهذه الأشياء متعارف فيها متواجدة في دول الشرق آسيا وفي دول الغربية يعني من عشرين سنة هذه الأمور ممكن أن نستثمرها ممكن أن الرائد العمل يأخذ الفكرة يأسس له معهد افتراضي أنت اليوم لا تحتاج تكون فيه مكان مع المدرس أنت خلاص الناس تعودوا على الويبنار والويبكاست وهذه المحاضرات الافتراضية فصار من السهل التحول فإحنا اللي محتاجين اليوم هو مجموعة من التشريعات تحديث مجموعة من التشريعات تمكننا إحنا أو تمكن رواد الأعمال من اقتناصها الفرص على سبيل المثال اليوم مجال الاستشارات بشكل عام لا يحتاج إلى مكتب فأنت ممكن تجلس في البيت وتقدم خدماتك من راحة بيتك أو من مكتبك اللي موجود في البيت يسمى Work From Home Culture طبعا اليوم في عندنا الشرعة أنظمة السجال الافتراضي لكن هي مقتصرة على فئة محددة فهذه الفئة لازم يتم توسيحها على أساس أن نحن نضمن أن شركات ممكنها تطلع اليوم مثلا اللي يدفع عجاره اللي يدفع عماله و يدفع و يدفع مجبرا أن يدفع لأنه على أساس يكون هو بشكل نظامي فإذا نقدرنا نوسع هذه الأطر ممكننا نحن نحافظ على كثير من شركات زيارة طرقات السجلات الافتراضية بالضعب تكون موجودة عندنا مثلا التعليم الافتراضي التدريب الافتراضي القدرة على مثلا تقديم الخدمات الحكومية بشكل افتراضي حتى هذه ممكن يخفف اليوم في البحرين إذا كان فيه مثلا الحكومة قدرت 50-50 تواصل عملها ممكن يكون يوم في الأسبوع يكون عمل عن بعد في القطاعات الحكومية فتخف حتى يعني الزحمة في الشوارع و الانبعاثات البيئية و كل هاي الأمور ممكن يكون لها تأثير إيجابي نعم أكيد ما بعد كورونا سنشوف تغيرات إن شاء الله إذا ما شفنا تغيرات ما نتكلم عن البحرين في العالم بيكون ما استفدنا شيء من كل مجرح هل من كلمة أخيرة فيما يتعلق بمستقبل ريالة الأعمال بعد هذه الجائحة الكلمة الأخيرة التي توجهها ترى ريالة الأعمال تعتبر من أهم روافد أو المحركات الاقتصادية في العالم ككل سهل وتتميز عن غيرها أنها قادرة تكون يعني مستجدة وتتغير وتغير من جلدها يعني رجائي للجميع أن ينظر إلى هذه الجائحة كفرصة وما تكون كنقمة علينا لأن إذا تنظروا لها من ناحية الفرص لدينا فرص كبيرة وإن شاء الله نستفيد منها ونأسس إلى حقبة جديدة من ريالة الأعمال لتحاكي الثاورة الصناعية الرابعة يعطيك العافية الله عافية شكرا جزيلا شكرا جزيلا أيضا أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابع على أمل اللقاء وإن شكرا جزيلا لن تترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا اشتركوا في القناة